اشتركوا في القناة وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو المجلس الثامن من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة من رحاب البيت الحرام التي نتدارس فيها كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وما يزال هذا المجلس معقودا بفضل الله تعالى من هذه البقعة الطاهرة ومن جوار الكعبة المشرفة نغتنم فيها بركة هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة بالاستزادة من صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وقرة عيوننا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتدارس هذا السفر في بين فضائر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا أيها الكرام من هذا الكتاب المبارك ثلاثة أبواب أولها في الصيغ الواردة من الحديث المرفوعة والآثار الموقوفة وثانيها في شرح ألفاظ وعبارات هذه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وكان الباب الثالث في ذكر المواطن التي يشرع فيها الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أما مجلس الليلة فهو منعقد بعون الله لعرض الباب الرابع من أبواب الكتاب وهو أحد المقاصد الجليلة التي تهمنا معشر المسلمين ونحن نتداعى نتواصى نتذاكر بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن وفي الأوقات الفاضلة المخصوصة مثل ليلة الجمعة ويومها الباب الرابع كما سماه ابن القيم رحمه الله وعنون له في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيها الكرام سنعرض في هذا المجلس إن شاء الله أربعين فائدة وثمرة يجنيها المصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم لكن قبل عرضها هاهنا تنبيهات ثلاثة أولها أن ذكر هذه الفوائد والثمرات مما يحفزنا أيها المباركون نحو هذه العبادة الجليلة وهذا الباب العظيم من أبواب القرب والذكر ورفعة المقام عند ربنا سبحانه وتعالى وهو باب الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ ما من شك أن المسلم في الجملة إنما ينهض وتحفز نفسه وينشط كثيرا لأي طاعة وعبادة تفتح له أبوابها عندما يرى ويعلم ما فيها من الخيرات والبركات وعندما تلوح له الثمرات وعندما يجد فيها من الأعطيات ما يجعله مسابقا فيها متنافسا فيها ولذلك كان هذا الباب من أهم ما يعتني به المسلم المقبل على صلاته وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم ما الذي يرصد له وماذا أعد الله له وماذا ينتظره وهو يستكثر من صلاته وسلامه على حبيب قلبه وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم التنبيه الثاني أن حصول هذه الثمرات الآتي ذكرها أن حصول هذه الثمرات الآتي ذكرها مرتهن بقدر حضور القلب مع اللسان في الإتيان بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبه أهل العلم كثيرا في باب الذكر جملة أن تواطئ القلب مع اللسان شرط لحصول المقصود بها فكما أن ذكر الله من استغفار وتسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وحوقلة واسترجاع وسائر أنواع الذكر كما أنه مناط بتواطئ القلب مع اللسان فكذلك الشأن في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم هي أرضا هي أيضا يرتهن حصول أثرها ونيل مقصودها بتواطئ القلب فيها مع اللسان ومن أجل ذلك تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب ذكر معاني هذه الألفاظ الواردة فالصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعرف ما معنى قوله اللهم صلي وسلم وبارك ما البركة وما معنى اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا كان طلب المشابهة كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم من هم الآل وماذا يدخل فيه ولماذا ختمت بهذين الإسمين الكريمين إنك حميد مجيد كما تقدم في عرض الباب الثاني من هذا الكتاب التنبيه الثالث قبل الشروع في ذكر هذه الثمرات أنه ربما يتخلف حصول بعض هذه الثمرات والفوائد ولا يجدها العبد ليس لأنها لم تحصل لصاحبها بل لأن مانعا قام فحال دونها ودون تحقيقها في حياة العبد يأتي عبد ومسلم محب بكثرة الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم لكنه ربما حرم بعض هذه الثمرات لمانع قام عنده لخطأ لحاجز أتى به فحال بينه وبين وقوع هذه الثمرات وها نشرع وها نحن نشرع في ذكرها وتعدادها كما ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وكم أحسن رحمه الله إذ صدر الفوائد بهذه الثمرات وهذه الفائدة الجليلة لأنها أصل هي العبودية هي الامتثال وما بعدها فرع عنها يقصد بالأمر هنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالله قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فنحن إذ نقدم على هذه العبادة فإن أولى ثمرة نجنيها أننا امتثلنا أمر الله وهذا شرف عندما يقوم العبد بواجب العبودية ممتثلا أمر ربه وخالقه سبحانه وتعالى فيكون قد حصل هذه الثمرة الكبيرة كما نقول في كل عبادة ما فائدة الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء وكل عبادة يتعبد بها العبد لربه أول هذه الثمرات وأعظمها على الإطلاق ورأسها وبابها التي تأتي بعده الثمرات الأخرى تباعا أنه يمتثل أمر الله وكفى هذا شرف للعبد أن يكون قائما بواجب العبودية التي خلق من أجلها لربه وسيده وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى الثانية الفائدة الثانية قال موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم الفائدة الثالثة موافقة ملائكته فيها وهذه إشارة إلى صدر الآية الكريمة إذ إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال لنا قبلها إن الله وملائكته يصلون على النبي فالعبد الذي يمتثل أمر ربه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يأتي بفعل موافق لأمر أخبر الله سبحانه أنه يفعله لعبده إن الله وملائكته يصلون على النبي وهذا في غاية الشرف هذا في غاية الرفعة للعبد أن يكون في فعل من أفعاله موافقا أمر ربه الذي أخبر سبحانه أنه يفعله لعبده قال مع اختلاف الصلاتين صلاتنا دعاء وسؤال وصلاة الله ثناء وتشريف وقد تقدم هذا في ثاني أبواب الكتاب كذلك الشأن في موافقة الملائكة الكرام عليهم السلام لأن موافقة الملائكة خير وبركة ملائكة الله التي لا تتنزل إلا بالرحمة والخير والسلام والبركة فأن يوافق العبد فيها ذلك الخلق الكريم ملائكة الله عليهم السلام هذا يدل على خير عظيم ولهذا جاء في الحديث إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فموافقة الملائكة الكرام عليهم السلام شرف وخير ومظنة إجابة عند ربنا الكريم سبحانه وتعالى الرابعة حصول عشر صلوات من الله على المصلي عليه مرة ومصداق ذلك في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء صلى الله عليه وسلم ودائما كان ولا يزال يقال إخوة الإسلام إن هذا الموعود الكريم وهذا الإغراء العظيم من أجل الإقبال على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو والله غنم وبركة هو منجم من الخيرات والرحمات والبركات لأن صلاة ربنا سبحانه وتعالى تعني الرحمة تعني الثناء تعني التشريف تعني الذكر في الملأ الأعلى صلاة الله إذا حلت على العبد أحاطت به رحمة الله وإذا حلت رحمة الله تبددت الهموم والغموم وانفرجت الكروب وزالت المضائق الدنيا برحمة الله سبحانه وتعالى فما من مستكثر من الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا كافأه الله بصلاته سبحانه وتعالى عليه ما معنى أن يصلي الله جل جلاله على أحد منا ولمس له في هذه الصلاة شرف النبوة ولا الرسالة ولا كونه من الخلق الكرام من ملائكة الله عليه السلام ما نلنا شرف الصلاة من ربنا سبحانه وتعالى على أحدنا إلا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا والله مغنم كبير المغنم الأعظم في هذه الفائدة هي حصول المضاعفة بعشر صلوات لأنه والله الذي لا إله إلا هو لو كان الأجر مرتبا بصلاة واحدة من ربنا سبحانه مقابل عشر صلوات يصليها أحدنا على نبي عليه الصلاة والسلام لكانت مكافأة عظيمة وهبة ربانية جليلة فكيف هو الأمر بالعكس لك بكل صلاة واحدة عبد الله منك على نبيك صلى الله عليه وسلم لك بكل صلاة عشر صلوات من ربك عليك تعالى الله وتبارك ربنا الكريم سبحانه وتعالى الفائدة الخامسة أنه يرفع له عشر درجات السادسة أنه يكتب له عشر حسنات السابعة أنه يمحى عنه عشر سيئات هذه عشرات ثلاث عشر درجات وتكفير عشر سيئات وكتابة عشر حسنات دل على ذلك حديث أنس الذي أخرج أحمد وابن حبان والحاكم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها ويشير في كل فائدة من هذه الفوائد يشير المصنف رحمه الله إلى ما تقدم ذكره من الأحاديث في أول أبواب الكتاب على اختلاف صياغها وألفاظها وفضائلها فإن كل فائدة مما يذكرها هنا قد تقدم في الغالب في ذلك الأحاديث الواردة فاستغنى عن إعادة الأحاديث وتكرارها مكتفيا بما تقدمت الإشارة إليه من سردها وعرض طرقها والحديث عنها في أول أبواب الكتاب الفائدة التاسعة أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها كما تقدم حديث رويفع بذلك ويشير رحمه الله تعالى إلى ما أخرج أيضا في أول الكتاب من حديث رويفع بن ثابت فيما أخرج الطبراني في المعجم الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعته والحديث وإن كان في سنده ضعف لأن مداره على عبد الله بن لهيعة كما ذكر المصنف هناك رحمه الله العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه وهتاني العاشرة والحادية عشرة تقدمت في حديث أبي بن كعب لما قال إذن أجعل لك صلاة كلها قال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك فتقدمت هتان الفائدتان في ذلك الحديث الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد تقدم حديث ابن مسعود بذلك رضي الله عنه ويشير فيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم فما استكثر عبد من الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا كان له بكثرة الصلاة مزيد قرب فأقربنا أكثرنا صلاة عليه فتسابق معشر المحبين لنبيكم صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة فمن لم يجد مالا يتصدق به كانت صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة مقام الصدقة الرابعة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائجي وهذا يشمله أيضا حديث أبي بن كعب إذا تكفى همك الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل ومن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كان له من صلاة ربه عليه كما تقدم وصلاة الملائكة الكرام عليه السلام السادسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له وتقدم أيضا في ذلك الحديث في الباب الأول من الكتاب السابعة عشرة أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته قال ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا والحديث كما قال السخاوي في القول البديع منكر قاله الحافظ بن حجر والسخاوي رحمهم الله الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضا حديثا لكن الحديث أيضا قال عنه السخاوي رحمه الله في القول البديع حديث ضعيف جدا التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ومن هذا الشرف يستكثر المسلم من صلاته وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليحظى بشرف رد السلام من نبيه عليه الصلاة والسلام العشرون أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم يشير بها إلى حديث إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله وتقدم أيضا أنه ضعيف الحادية والعشرون أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة وتقدم فيه أيضا الحديث ما من قوم يقعدون مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون علي إلا كان عليهم حسرة أو ترة يوم القيامة الثانية والعشرون أنها سبب لنفي الفقر كما تقدم ويشهد له حديث أوبي رضي الله عنه إذن تكفى همك فإن كان الفقر هما لعبد كانت كفايته من الله سبحانه في مقابل استكثار العبد واشتغاله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثالثة والعشرون أنها تنفي عن العبد اسم البخلي إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم المغبون فينا والأبعد أجارنا الله وإياكم جميعا ذاك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وسماه بالبخيل من هو قال الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه لكن المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ينال براءة من هذا الوصف الذميم ويسلم من هذا الاسم القبيح فينأى بنفسه وينفي عنها اسم البخلي جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين على نبينا صلى الله عليه وسلم عند ذكره بل ونبتدر ذكره بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الرابعة والعشرون نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للحديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ثلاثاً قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلى عليه سلم من هذا الدعاء من نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المحروم الأبعد الذي انعقد لسانه وأغلق فمه فلم يشرف ولم يظفر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر اسمه بحضرته ذكر في حديث يوساق أو خطبة أو كلام مجلس فيشرف المجلس بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى لقلب ابتهج ولسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حينها ويا حسرة ويا غبنة من انعقد لسانه فلم يظفر بذلك نسأل الله السلام الخامسة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاريكها عن طريقها ودل عليه الحديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنة السادسة والعشرون أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد الله تعالى ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم نعم تلك المجالس التي يقال فيها كل شيء وتدور فيها الأحاديث من كل باب وتتسابق فيها الألسنة ويدل فيها كل بدلوه فينفض المجلس بأحاده أو بعشراته ولم يظفر أحدهم ولم يوفق أن يسوق فيه ما يستدعي ذكر الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم السابعة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الثامنة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره ذكره في الترغيب والترهيب للأصبهاني قال المحقق وهو ضعيف جدا التاسعة والعشرون أنه يخرج بها العبد عن الجفاء أي جفاء؟ جفاء العبد الذي لم يكن له في قلبه نصيب وافر من حب واحترام وتوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عظيم حقه عليه أما إن الجفاء الذي يقص به القلب على أحدنا حين لا يذكر والده ويترحم عليه ولا أمه التي تعبت من أجله فأعظم الجفاء ما تجاوز به حق الوالدين نحو حق النبي عليه الصلاة والسلام فمن صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام كان وفيا أما الجفاء فهو نصيب ذلك المحروم نسأل الله السلام الذي لم يوفق إلى الإقبال على أداء الحق بل شيء من الحق والوفاء لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام بما له في رقابنا بعد الله عز وجل من عظيم المنة والفضل والإحسان الفائدة الثلاثون أنها سبب لإلقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك وهذه فائدة لطيفة حبذا الانتباه إليها ومراعاتها ليعلم العبد أنه كلما سأل الله ثناء على نبيه عليه الصلاة والسلام ورفعة شأن وعلو قدر كتب الله له وهو في ذاته من رفعة الشأن وعلو القدر وحسن الثناء والذكر الحدية والثلاثون أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه أيها المبارك أيتها المباركة من كان منكم موفقا مقبلا بالاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه يطرق من أعظم أبواب البركة في حياته ما يكتب الله له به بركة في ذاته وعمله وعمره وسائر أسباب مصالحه في الحياء من لقمة رزق وابتغاء ولد وتفريج كرب وقضاء دين يقول ابن القيم رحمه الله واسمعوا يا رعاكم الله قال لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه الثانية والثلاثون أنها سبب لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلابد للمصلي عليه من رحمة تناله فصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة والثلاثون وهذه من أجل الثمرات أيها المباركون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها انتبهوا رعاكم الله كلنا ذلك المسلم الذي يبحث عن أبواب تزيد بها محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه أليس كذلك؟ بل والله مهما كان أحدنا على تقصير وتفريط وخلل وقدر كبير من التأخر في طريق الطاعة والعبودية والقيام بواجب ما أمر الله إلا أننا والله نتشارك بل نتسابق في أن نسعى في ملء القلوب حبا لمن أمرنا الله بحبه لنبي كريم له علينا من عظيم الحق والواجب ما امتلأت به النصوص ودلت عليه الشريعة ها هنا باب يكسبك عبد الله وأنت أمت الله زيادة حب ودوام حب وتضاعف حب لأعظم من أمرنا بحبه من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هي هذه بالصلاة والسلام عليه؟ فهذه من أجل ثمراتها يقول أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه كلام لطيف والله أيها الإخوة الكرام من إمام جليل كابن القيم رحمه الله يقول وإذا أعرض عن ذكره وإختاره وإختار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإختاره وإختار محاسنه إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه والحس شاهد بذلك حتى قال بعض الشعراء في ذلك عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر ما نسيت فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوب لأن الذكر إنما يكون بعد النسيان ولو كم لحب هذا لما نسي محبوبه وقال آخر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه والمثل المشهور من أحب شيئا أكثر من ذكره أجل والله من أحب شيئا أكثر من ذكره وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد لو شق عن قلبي قري وسطه ذكرك والتوحيد في سطري فهذا قلب المؤمن توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة قال ولما كانت كثرة ذكر الشيء مجبة لدوام محبته ونسيانه سببا لزوال محبته أو ضعفها وكان الله هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم إلى أن قال رحمه الله تعالى والمقصود أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلامة كان كثرة ذكره من أنفع مال العبد وكان عدوه حقا هو الصاد له عن ذكر ربه عز وجل وعبوديته إلى آخر ما ساق رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سبب لمحبته وهو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقد أحسن من قال ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب الفائدة الخامسة والثلاثون أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه فلا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبا مستورا في قلبه لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم يا كرام هذا باب مهم للغاية لكل من يشكو ضعفا في النهوض نحو السنن في القيام بها في الحرص على التمسك بها في الثبات عليها في المواظبة عليها في ملء القلب إجلالا لها والحياة تطبيقا بها يقول رحمه الله واسمعوا هذا الكلام فإنه من أنفس ما كتبه ابن القيم رحمه الله في هذا الباب قال ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له صلاتهم عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاجوا أعضائهم بها ورفعوا أصواتهم وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له حبا ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى قال وهكذا ذكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر يعني بالتجربة والممارسة لا بالنقل والرواية قال وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ويمجده بها وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظا ولا يدري ما معناه لا يطابق فيه قلبه لسانه فكما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلا يعني النائحة التي تنوح فتستأجر ويكفى علىها المال تأتي تبكي بكاء بصوت ربما صاحبها دموع لكنه ليس حرقة قلب ولا أسا ولا ألم ليس بكاء النائحة كالثكلا بكاء التي فقدت زوجا أو ابنا أو أما أو أبا تلك مكلومة تبكي بدم قلبها قبل دمع عينها قال فكما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلا فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنه بإرساله هو حياة الوجود وروحه كما قيل روح المجالس ذكره وحديثه وهدى لكل ملدد حيراني وإذا أخل بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجبان السادسة والثلاثون أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده كما تقدم إن صلاتكم معروضة عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وكر بقبر ملائكة يبلغوني عن أمة السلام يقول رحمه الله وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طوب والله وهنيئا لمن نال هذا الشرف ولا يناله إلا عبد اشتغل قلبه وتواطأ مع لسانه بكثرة الصلاة والسلام على محبوبه رسول الهدى ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وقد قيل في هذا المعنى ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن يتقدما وقال الآخر أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه قول المبشر بعد اليأس بالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوجي السابعة والثلاثون أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته والحديث المذكور هنا فيه ضعف كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب ولا يصح الحديث إلى بن جدعان ولا إلى سعيد بن المسيب رحمهم الله الفائدة الثامنة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه التاسعة والثلاثون أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه فهي متضمنة لكل الإيمان بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته إلى أن قال فكانت من أفضل الأعمال الفائدة الأربعون وهي خاتمة هذا الباب الجليل من باب فوائد وثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كلام لطيف جليل ختم به المصنف هذا الباب فقال أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان أحدهما سؤال حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار هذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه كل دعائنا منا إلى ربنا نوعان إما سؤال طلب حوائج ومهمات وأمور تمر بنا في الحياة من نوائب الليل والنهار والثاني سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه سؤالنا المتجه منا إلى ربنا سؤالان الأول حوائجنا مطالبنا أغراضنا همومنا كل ما يتعلق بأمر دنيان وأخران مما ننشده في الدنيا أو في الآخرة كل هذا يأتي في قسم في كفه ويقابله في القسم الثاني سؤال ليس لأنفسنا بل لنبينا ماذا نطلب فيه نطلب من ربنا أن يصلي عليه أرأيتم؟ إذن هو نوعان دعاء لذواتنا ودعاء لنبينا صلى الله عليه وسلم الآخر سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه وإثار ذكره ورفعه ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثره عنده فقد آثر ما يحب الله ورسوله على ما يحبه هو فقد آثر الله ومحابه على ما سواه والجزاء من جنس العمل فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمنزلة عندهم فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه وكلما سألوه أن يزود أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وازداد قربهم منه وحظوتهم لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه يقول ابن القيم هذا أمر مشاهد بالحس ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه لا تكون واحدة فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له يقول رحمه الله ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا هذا المطلوب وحده لكف المؤمن به شرفا وصدق رحمه الله أي والله هنا تفهمون حديث أبي ابن كعب السابق ذكره لما قال إذن أجعل لك صلاة كله قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك كيف يكفى الهم وهو ما سأل الله شيئا من همومه كيف يغفر ذنبه وهو ما سأل الله ذلك إنما سأل شيئا أعظم من ذلك سأل الله شيئا يحبه الله وهو أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى إلى باب يحبه الله فأكرمه الله بما يحبه في دنياه وأخرى قال رحمه الله خاتما هذا الباب وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاللهم إنا نسألك من واسع فضلك وعظيم كرمك وعطائك يا إله العالمين أن تكتبنا في عداد هؤلاء الموفقين اللهم ارزقنا بالصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم أسنى المقامات وأعلى الدرجات واكتب لنا أوفر الثمرات وأعظم الفوائد المجتنات منها يا أكرم الأكرمين واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الخيرات في الدنيا المقربين إلى مجلسه يوم القيامة الفائزين بشفاعته يوم العرض عليك اللهم أحينا على سنته وأمثنا على سنته واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم ونسألك ربنا وإلهنا وخالقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل دا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا يقر في قلوبنا تزداد به حسناتنا وتثقل به صحائفنا وترضى به عنا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية استزيدوا من صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم واجعلوا نصب أعينكم يا كرام تلك الأجور العظام والفوائد والثمرات الحسان التي يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها الصالحون ويستزيد منها المحبون لنبيهم صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم في عدادهم وألحقنا بسبيلهم وجعلنا في أعلى درجاتهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك قرة عيوننا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين